بسم الله وعلى بركة الله نستأنف جلساتنا العلمية والأمر يتعلق بالجلسة العلمية الثانية إن شاء الله وتعالى والمعانونة بالتجديد والتقصيد في علوم القرآن والسنة النبوية ننتقل الآن إلى كلمة أخيرة في هذه الجلسة للأستاذ إدريس مكاوي هو أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي حاصل على شهادة الدكتوراه من مؤسسة دار الحديث الحسن برباط تخصص علوم القرآن والتفسير وكلمته حول تجديد أيضا علم التفسير تجديد علم معالم جديد التفسير فأتقدم مشكورا ليلقي كلمته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المصطفى الأمين من جاءنا بالهدى والحق الببين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أجمعين ومن تبعهم بإحسن إلى يوم الدين أيها أستاذ الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحب في البداية أن أعبر عن سعادتي بالمشاركة في هذا المؤتمر كما أحب أن أتقدم بجزيل الشكر للقائمين على تنظيمه والمسهمين في إنجاعه أما بعد فإن التجديد في علم التفسير لا يعني التنكر للتراث التفسير الذي خلفه علماء الأفداد على مرض التاريخ وإنما هو تجديد لفهم كلام الله تعالى في كتابه من خلال إضافة ما يواكب العصر ويسايد مستجداته ونفي كل دخيل عن الروح القرآن ومقاصده السامية ذلك أن تفسير القرآن الكريم يجب أن يستمر ويجدد بتجدد حياة الناس وتطور وسائلهم في البحث والمعرفة في معين كنز القرآن ومصابيحه المتوهجة على الدوام وجهود السابقين وجهود عفوا اللاحقين بالنسبة لمن سبقهم في علم التفسير كتلك اللبنات التي تضاف إلى غيرها لتزيد البناء منعة ورفعة وفي هذا يقول أبو الطيب علي القنوجي وليس على ما جمعوه وصنفوه مزيد ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد وقصر للطالبين فيه الجد والجهد إيقاظا للنائمين وتحريضا للمثبتين وقد كان من أبرز معالم التجديد في علم التفسير التي تركزت حولها جهود العلماء ما يلي أولا نبذ الجمود والتعصب للمذهب العقدي أو الفقهي أو السلوكي للمفسر لم يزل العلماء قديما وحديثا يؤكدون على ضرورة تحل المفسر لكتاب الله تعالى بالصدق والإخلاص وإرادة وجه الله تعالى بعلمه حيث ينبغي لمن أراد فهم القرآن أو تفسيره أن يتجرد من اعتقاداته وأفكاره الصادقة وأن لا يفرد نفسه عن القرآن ويوجهه لتأييد ما نشأ عليه من معتقد أو تبناه من فكر أو ما اتبعه من مذهب لأن ذلك يعتبر قلبا للحقائق وتزييفا للأمور وتأخيرا لما حقه أن يقدم وتقديما لما حقه أن يؤخر وإذا كنا في حاجة إلى تجديد فهم القرآن الكريم فإن ذلك لن يتأتى حتى نقرأ القرآن بقراءة علمية حرة وفق موازين العقل وضوابط الشرع تروم التحر والاستقلالية وتنآعد التقليد والعصبية تستأنس باجتهادات السابقين دون أن تلبسها ثوب القداسة التي لا يجوز أن يستأتر بها إلا كلام القدوس سبحانه وتعالى ثانيا تصفية كتب التفسير من كل دخيل عن روح التنزيل تزخر كتب التفسير بإرادة شتى أصناف الفنون والعلوم مما يجعلها موسوعات علمية للباحثين والدارسين في المجالات المتعددة كل ينهل منها بحسب حاجته وتخصصه لكن كلما أفرطت هذه التفسير في معالجة المواضيع والقضايا المعرفية المتنوعة إلا وعسرة على الناس تبيل المعاني المقصودة أصالة من الخطاب أمام ازدحة المعلومات وتشعبها وتشابكها حتى نعتت بعض المسنفات التفسيرية بأنها حاوت كل أصناف العلوم إلا التفسير وقد أكد هذا بعض الدارسين حين وصف كتب التفسير فقال وسط مضطرب من الأقوال في علم الكلام ومذاهبه وآراء الفقهاء واستدلال كل صاحب مذهب على مذهبه والقرآن المعجز وراء ذلك مستور بغشاء من الجدل والاختلاف وتوجيه الأقوال وقد تنوعت أساليب العلماء في مسعاهم إلى تنقية التفسير وإزالة الحجب الكثيف عنه وكلها تصب في اتجاه تلبية حاجة المجتمع الإسلام الشديد إلى ذلك ثالثا تحديد المقاصد التي ينبغي أن تتوخاها عملية تفسير كتاب الله تعالى يمكن تعريف مقاصد تفسير بأنها تلك الغايات المشروعة التي يفترض أن يتوجه عمل المفسرين إلى تحقيقها في حياة المجتمع الإسلامي تنبع أساسا من إيمان المسلم بواجب التبليغ عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم كما تنبع من ضرورة تلبية حاجة المجتمع الدائمة إلى غذاء فكري وروحي لصلاح حاله ومآله ومعلوم أن من أهم عناصر نجاح الأعمال تحديد الأهداف المتوخة تحقيقها والنتائج المرتقة الوصول إليها لتكون مقاصد العمل منارات تقي من الوقوع في الزلل وموازين تبصر بمواطن النقص والخلل وكذلك هي مقاصد التفسير بالنسبة للمفسرين توجه جهودهم وتسدد أنظارهم لتؤتي تفاسرهم أكلها ويعم نفعها رابعا ممارسة النقض في علم التفسير إذا كان تفسير القرآن الكريم لا يعد أن يكون اجتهادا بشريا في الفهم والاستيعاب والإرشاد والتبليغ وكل اجتهاد بشري يعتريه الصواب الخطأ فإن الحاجة ملحة إلى مواصلة الجهود العلمية من أجل تجديد وتجويد تفسير كتاب الله تعالى بما يجعله فاعلا ومتفاعلا مع ظروف العصر وقضاياه بعيدا عن أهواء الجاهلين وتأويلات المبطلين وهنا تبرز أهمية ممارسة النقض واستمراره من أجل تنقيح الدراسات القرآنية والمفارلة بينها ورصد مظاهر الخلل الواقعة في بعضها وتسديد عمل المفسرين وتقويم ما اعتمدوه من مناهج وطرائق في التفسير باعتبار أن النقض مفتاح وتقدم العلوم وأساس استمرارها وازدهارها خامسا تجلية هدايات القرآن الكريم في سياق نقده للتفاسير المتداولة قسم الشيخ محمد رشيد رضا التفسير النوعين على وجه الإجمال أحدهما تفسير لا يتجاوز حل الألفاظ وإعراب الجمل وبيان ما يحتويه نظم القرآن الكريم من نكات بلاغية وإشارات فنية وهذا النوع أقرب إلى التطبيقات العربية منه إلى التفسير النوع الثاني تفسير يجاوز هذه الحدود ويجعل هدفه الأعلى تجلية هدايات القرآن وحكمة الله فيما شرع للناس في هذا القرآن على وجه يجترب الأرواح ويفتح القلوب ويدفع الناس إلى اهتداء بهدى الله وهذا هو الخليق باسم التفسير وهو ما يفرض على المشتغلين بتفسير كتاب الله تعالى العمل على مخاطبة المتلقين بما يفهمونه وبما يصل بهم إلى المقصود مباشرة دون بذل كبير جهد في استيعاب لغة المفسر العلمية أو التقاط إشاراته الضوقية ذلك أن تغيير الزمان يقتضي إبداع ترائق ومناهج جديدة لبيان كلام الله تعالى سادسا تنزيل آيات القرآن على واقع الناس المراد بتنزيل الآيات على الواقع مقابلة الأحداث المعاصرة للمفسر بما يشابهها في كتاب الله تعالى سواء كانت المقابلة تامة أو جزئية أو مخالفة لما عليه الآية وقد كثرت في عصر النداءات المطالبة بالتجديد في علم التفسير من خلال إنجاز تفسير للقرآن العظيم يعالج هموم الناس ومشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية وغيرها يعين الناس على الثبات على الحق أمام التحديات التي تواجههم والفتن التي تطاردهم فحري بمن تصدى لتفسير القرآن الكريم أن يرى عواقع المخاطبين الذين يتوجه إليهم بعباراته وإشاراته وينظر في أحوالهم وأعرافهم وينصت إلى مشاكلهم وتطلعاتهم ويتبين مستوى نطجه المعرفي والثقافي ليصبح التفسير بذلك تفسيرا لأسباب ما يتخبط فيه المجتمع من نوائب ومصائب أفراد وجماعات ولأسباب التخلف والتراج والحضاري لا يكتفي بإثارة مكامل الخلل وترحي التساؤلات بقدر ما يحرص على تقديم البدائل والحلول والمقترحات المستوحات من روح القرآن ومقاصده الشرعية ليكون تفسير القرآن رافدا من روافل التنوير والتغيير الإيجابي في المجتمع سابعا خدمة مقاصد القرآن التي أنزل لتحقيقها في حياة المجتمع لم يزل العلماء يؤكدون على أن القرآن إنما أنزل لتحقيق مجموعة من المقاصد في حياة المسلمين وأن الاطلاع على هذه المقاصد واستيعابها أمر ضروري بالنسبة لمن يتصدى لتفسير القرآن حتى لا يخرج بالآيات القرآنية عن أغراضها وأهدافها المقصودة للشارع الحكيم وقد اعتبر ابن عاشور أن مقاصد القرآن يجب أن تكون في نفسها مقاصد مفسر ومحور تركيزه واهتمامه في تناوله لتفسير آيات القرآن حيث تعتبر معرفة مقاصد القرآن المدخل السليم إلى فهم الرسالة القرآنية على وجهها الصحيح بلا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط يستلهم المفسر منها المنهجة والأسلوب المناسبين والأدوات المساعدة على تحقيق النتائج المرجوة من عمله حتى لا يبعد المرمى أو ينجر خلف هو الأعمى فيفسد من حيث يعتقد الصلاح ويخفق من حيث يعتقد النجاح ثامناً تيسير فهم القرآن وتدبره بالنسبة لعموم الناس لا يجادل عاقل في أن تعلم القرآن وتدبر آياته ليس مقصور على فئة دون أخرى بل هو واجب على كل مسلم وإذا كانت قدرات الناس ومداركهم متفاوتة في الاستفادة من كتاب الله تعالى فإن تفسير القرآن من شأنه تقريب معاني كلام رب العالمين إلى عموم الناس وتنبيه الغافلين وتثبيت الصادقين في التمسك بحبل الله المتين وإرواء عطش المتشوقين إلى المزيد من معين أنواره وأسراره وهو ما يجعل التفسير أمراً متعيناً على كل من توفرت فيه أهلية القيام بهذا العمل الجليل وقد أشر صاحب أدواء البيان إلى هذا فقال لما عرفنا إعراض أكثر المتسمين باسم المسلمين اليوم عن كتاب ربهم ونبدهم له وراء ظهورهم وعدم رغبتهم في وعده وعدم خوفهم من وعيده علمنا أن ذلك مما يعين على من أعطاه الله علماً بكتابه أن يجعل همته في خدمته من بيان معانيه وإظهار محاسنه وإزالة الإشكال عما أشكل منه وبيان أحكامه أقول قولي هذا وأستغل الله لكم ترجمة نانسي قنقر